طب انت اللي أخدتي بالك من الموهبتك ولا أهلك؟ لا لاتنين لاتنين حقيقة يمكن أنا بالأول وأكيد أهلي كانوا دايما بيدعمك آه طبعا أكيد هم الدعمين هم أول داعم إلي في الموضوع طيب شهدوا لي أنت بتحسي أن أنت بتنتمي لأنه مدرسة في الفن آه صراحة هو أنا شخص كتير متشعب ومتفرع يعني السؤال هذا مش مش هعطيكي على إجابة دقيقة لكن أغلب الشغلات اللي أنا عملتها هي بتروح مع المدرسة التعبيرية والواقعية شرحي لنا بقى المدرسة دي بتبع عاملة ازاي؟ هي أنه أنت أولا الواقعية اللي هي بتبقى شيء مفهوم يعني أنت لما تنظري عليه أو تشوفيه بيبقى شيء واقعي يعني بيشبه الحياة اللي أنت بتعرفيها الواقع يعني ما بيبقاش الإنسان عينه هنا وعينه هنا دي مثلا زي التجريد أو زي التعبيرية اللي كتير تعبيرية يعني فهمني بيبقى واقعي شيء معقول وبيشبه اللي عيننا متعاودة تشوفه في الحياة العادي أما التعبيرية فهي أنه أنت مش بتصوري يعني مش بتنقلي منصورة حقيقة وبتحطيها في رسمة تمنخيل؟ ممكن أنت تجمعي مشهد ممكن أنت تختارعي مشهد ممكن تصوري مشهد وبعدين تنقلي يعني الفكرة أنه أنت بتكرياتي المشهد اللي حترسمي أوكي فهم طب أنت شاركتي في معارض بر مصر حكي لنا عنها شوية أه كان في معرض أنا أولا بدأت مشاركاتي من غزة أوكي هذا يعتبر بر مصر طبعا المعرض اللي شاركت فيه في مصر هو ليتني شمع اللي هو المعرض الأخير شاركت أيضا في معرض في إيطاليا اسمه Out of Place بيحكي عن الهجرة القصرية أو النزوح القصري حول العالم يجمع 160 فنان لاجئ بيحكوا عن تجربتهم مع الهجرة القصرية وهذا المعرض لسه مستمر على فكرة هو يعني بدأ في شهر ثلاثة لحد شهر ستة يعني حينتي هذا الشهر وفي معارض قادمة حتبقى من ضمنها أنا مشاركة فيها كوميكس يعني قصص مصورة حتبقى في ألمانيا وبريطانيا وفي رمالة برضو فلسطين